لم تغير التهديئة من واقع الميدان في شيء فالميليشيا ما زالت مستمرة في حربها على معظم الجبهات ورصدت وسائل اعلام دولية ان عدد القتلى وصل الى 60 قتيلا منذ اعلان بدء عملية وقف اطلاق النار بينهم 44 قتيلا من قوات الجيش الوطني وافراد المقاومة الشعبية ومدنيين و16 من الميليشيا والقوات الموالية للمخلوع صالح فهذه تعز المدينة التي لم تغب عنها اصوات المدافع وتشيع الجنائز جراء قصف الميليشيا للعديد من الاحياء السكنية خلال الايام الثلاثة الماضية لم يصبح الامر فيها مجرد تسجيل لخروقات بقدر ما هو استمرار اليوميات الحرب المندلعة منذ نحو عامين وهنا نهم شرقي صنعاء التي لم تسجل فيها الميليشيا اي التزام بوقف اطلاق النار الحكومة على لسان وزير خارجيتها حملت الحوثيين وحلفاؤهم مسؤولية خرق الاتفاق وتداعيته على مشاورات الكويت المتوقع انطلاقها في الاثنين القادم حيث اتهم وزير الخارجية عبد الملك المخلافي الميليشيا بالتصعيد العسكري وارسال مزيدا من التعزيزات الى جبهات القتال واضاف المخلافي بحسب ما نقلته وكالة الانباء الرسمية سبا ان استمرار حرب الميليشيا يهدد المشاورات وان الطرف الانقلابي سيتحمل ما سيترتب على ذلك اذا هي الحرب التي تتزايد فرصها بان تكون خيار الحسم وما دونها محاولات لكسب الوقت كما يرى البعض اشتركوا في القناة